مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد هذه أبرز العنوين رسميا جمال حكاس ينتقل من نادي الرجاء الرياضي إلى الوداء بعقد يمتد لموسمين مدرب المنتخب الإسباني يفجر على جامعة القشاة بتصريح صادمة بسبب نجم برشلونة يمين لمال نادي أولمبيك مرسلية الفرنسية يحسم في عودة النجم المغربي أمين حاريت بسبب الإصابة التي تعرض له الأسبوع الماضي إسماعيل سيباري يجب أن أظهر للرقريقي والجماهير المغربية أنني أستحق المشاركة مع المنتخب المغربية ليفربول إنجليزي وجه صدمة قوية لنادي اتحاد جدا بخصوص صفقة النجم المصري محمد صلاح للنادي الصعودي وقع جمال حركاس اللعب السابق لنادي الرجاء الريادي على عقد اندمامه لفريقه الوداد الريادي لموسمين كرويين وأشرت نفس المصادر إلى أن مسؤولي نادي الوداد الريادي تمكنوا من حسم صفقة حكاس بعدما فصغ هذا الأخير عقده مع نادي الرجاء الريادي لعدم توصله بمستحقاته العالقة المالية وكانت العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية قد منعت مجموعة من اللاعبين من نير بطاقة الخروج من أنديتهم عن طريق فصل عقد من جانب واحد لتراكم مستحقاتهم العالقة في دمة فورقهم دون صرفها وكان جمال حركاس من اللاعبين الذين تمردوا على إدارة نادي الرجاء الريادي برفع إدارة جامعة لعدم توصله بمستحقاته المالية قبل أن ينال حكاما بفك إرتباطه بالفارق الأخضر تلقائيا لعدم الاستجابة لمطالبه وصف لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني اللاعب الشاب في صفوف نادي برشلونة لامين يمال البالغ من عام 16 عاما بأنه رائع ويشعر معه بثقة ثامة محتفيا باختياره لللاعب لإسبانيا بلد مولده بلدلا من المغرب وقال مدرب لاروخة ليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي يا ما اللاعب رائع ليس هناك مخاوف من سنه ولا توجد أي شكوك سواء حوله هو وأي من اللاعب الذين تم استدعائهم حيث وصل قائلا هناك اتقى ثامة لا مشاكل في السن لأنهم لعبون يقدمون بإقناع عالي للغياء لقد حان الوقت لاتقى به ومنحي الفرصة لمواصلة المينوهلة وأعرب دي لافوينتي عن امتنانه وتقديره لاختيار لامين يمال لاعب في فريق العمري للمنتخب الإسباني رغم محاولات المغرب لضميها حيث قال المدرب دي لافوينتي إن يامال لاعب يمتلك قدرات استثنائية في مباريات قليلة بالدول الدرجة الأولى رأينا أنه يمتلك قدرات مختلفة حيث اختتم حادثه قائلا أنا لا أنظر مطلقا إلى العمر سواء كبير أو صغير فقط أنظر للقدرات والفئة والمستوى اللاعب الكرة للمنافسة على أعلى مستوى إنه جاهز بعد إصابته التي تعرض لها الدول المغرب أمين حاريت الأسبوع الماضي أمام بريست على حساب ساقه وحرمته من التدريب هذا الأسبوع ولهذا الغرض خرج مارسيميليانو مدرب نادي مارسيليا ليؤكد أنه لا خوف على إصابة أمين حاريت مطلقا قائلا تلقى أمين حاريت ضرب في ساقه اليمنى أمام بريست ولديه ورم دموي كبير ولكن ليس في الساق التي خضعت لعملية جراحية وهو في مرحلة تهافي في وقت لم يتمكن من التدريب طول الأسبوع وسيكون على الحالية الاندمام إلى عاري الأصول الأسبوع القادمة من أجل كشف عليه مع الفريق طبي المغربي كما أكد على ذلك وليد الرجراجي في الندوة تقديم اللائحة الفرق الوطنية أبدأ إسماعي استباري المحترف في صفوف عنده في الهوناندي سعادته بعد دعوته التي تلقاها من وليد الرجراجي مدرب المنتخب المغربي لخوض مبارد ليبريا وبوركينا فاصو وقال الصابري في تصريح بعد الإعلان عن القائمة الجديدة للأسود أطلس أنا سعيد جدا لإستدهائي من طرف المنتخب المغربي الأول ولسيما أنني كنت أنتظر هذه الدعوة منذ وقت طويلة وأضاف قائلنا سألتموني عن إحساسي في حالة تمكن من الانضمام إلى أسود أطلس هل يم أقول لكم أنني أسعد إنسان بقرار المدرب وليد الرجراجي وتابع الكرة ستكون في الملعب الآن يجب أن أظهر لأعضاء الجهاز التدريبي والجماهير المغربية أنني أستحق حق المشاركة في المنتخب المغربي ولذلك أنتظر بفارق الصبر معيد السفر إلى المغرب كي أخوض التدريبات مع زملاء الجدد ويصار إلى أن قائمة المنتخب المغربي في مواجهة ليبيريا وبركينفاصو ضمت كل من ياسين بونو ويوصف موطي ومهدي بن بعيد في حراسة المرمى إلى غيرهم من الأسماء داخل تشكيلاء أكدت تقارير الصحفية مساء اليوم الجمعة أن نادي ليفيربول رفض عرضا لضم محمد صلاح من قبل نادي اتحال جد السعودي وأشرت صحيفة ديليميل أن نادي ليفيربول لم يقبل عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني قدمه له اتحال جد للتخلي عن محمد صلاح ووصل ليفيربول إصراره على رفض جميع العروض المقدمة لللاعب البالغ من العمر الواحد والثلاثون عاما نظرا لأهمية صلاح اللاعب فريق يورجن جلوب والتأخر في انتقالات أحد المخاوف الكبيرة بالنسبة لليفيربول هو أن فترة الانتقالة الأوروبية ستغلق اليوم الجمعة بينما ظل سوق الصعود مفتوحا حتى السابع سبتمبر ومن المحتمل أن يتمكن ليفيربول من عطر على بديل جاهز لمحمد صلاح في وقت متأخر جدا من نافذة مع بقاء أقل من عشر ساعات على قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بإكمال أعمالها شكرا على حسن المشاهدة لا تسرع الشراكة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر